أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات دائما نبقى بالمجزوء الثاني تحت عنوان البيئة بين التوازن والاختلال دائما في إطار المحور الأول الذي يحمل عنوان المنظومة البيئية واختلالاتها إذن مع الدرس الثالث ملف حول كارثة بيئية أي الاحتباس الحراري تتمحور أهداف هذا الدرس أولا يجب أن نتعرف على مفهوم الاحتباس الحراري أن نبرز كيفية حدوته أيضا يجب أن نستخلص انعكاساته على المنظومة البيئية ويجب أن نعرف بجهود المبدولة من طرف المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة لتحقيق التنمية المستدامة عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة الآن سنتعرف على مفهوم الاحتباس الحراري إذن الاحتباس الحراري هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الأرض أي تسخين الأرض نتيجة تزايد نسبة الغازات الذفئة في الغلاف الجوي هذه الغازات هي عديدة لكن أهمها تاني أكسيد الكربون والميتان والكرولو فورو كربون أي باختصار CFC هي عبارة عن غازات احتباسية وغازات ذفئة الأمر الذي يؤدي إلى حدوث كوارث بيئية متعددة من بينها عفوا متعددة المظاهر من بينها ظاهرة الاحتباس الحراري إذن عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ كيف يحدث الاحتباس الحراري؟ إذن معظم الطاقة الأرضية المستقبلة تأتي من الشمس تمتص الأرض جزيئات الموجودة في الغلاف الجوي تمتص فقط جزءا منها في حين تستقبل الأرض الجزء الآخر لينعكس بدوره إلى الغلاف الجوي توجد بعض الجزيئات أو الغازات التي تمتص الطاقة الصادرة من الأرض وتعيد إرسالها إلى الأرض مباشرة أو مرة أخرى وبالتالي تمنع هذه الأشعة من الخروج خارج الغلاف الجوي الشيء الذي يضمن للأرض حرارة محتدلة تسمح بالسمرار الحياة فوقها إذن هذه الجزيئات أو هذه الغازات هي ضرورية للعيش فوق سطح الأرض أو لضمان الحياة فوق الأرض فهي تمتص نسبة قليلة من الأشعة التي تحافظ على الدفء داخل الأرض لكن إذا زادت نسبة هذه الغازات أو هذه الجزيئات عن معدلها الطبيعي فإنها تؤدي إلى حبس نسبة كبيرة من الحرارة فوق سطح الأرض وبالتالي تنتج عنها كهرة بيئية تعرف بالاحتباس الحراري إذن ما هي الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري هذا مبيان تفصيلي لأهم الغازات الدفئة أو الغازات الاحتباسية بنسبة 52% يساهم تاني أكسيد الكربون سيود أما الميطان فهو يساهم بنسبة 22% بالإضافة إلى 8% أكسيد الأوزوت والأوزون بنسبة 5% أما CFC فهو يساهم بـ 13% وللتذكير وللتذكير أن هذا الغاز أي CFC هو عبارة عن غاز من صنع الإنسان ولا تساهم فيه الطبيعة إذن مصادر الغازات الاحتباسية أو الغازات الدافئة على سطح الأرض هي ناتجة معظمها بطبيعة الحال عن الأنشطة البشرية المختلفة مثل أولا اجتتات الغابات ونقصد بكلمة الاشتتات أي قطع الغابات استعمال الإنسان للطاقة بشكل مفرد استخدام الإنسان للوقود الأحفوري وهو النفط الفحم الغاز هذا الوقود الأحفوري يؤدي إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربود CO2 في الجو مما ينجم عنه زيادة درجة حرارة الجو كما تساهم انبعاثات غازات البراكين في الاحتباس الحراري الذي يعرفه كوكب الأرض بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية وأيضا وسائل النقل الآن عزاء التلاميذ عزيزات التلميذات نتعرف أيضا من خلال هذا الدرس على أهم الظواهر الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري سيعرف كوكب الأرض في المستقبل العديد من المخاطر والتحديات من بينها دوبان الجليد في القطبين مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب أو مستوى سطح البحر وتهديد الجزر المنخفضة والمدن الساحية بغمر المياه البحرية سيعرف كوكب الأرض التغيرات المناخية كزيادة عدد وشدات العواصف بالإضافة إلى ظاهرة الجفاف كما سيعرف كوكب الأرض تراجع المحاصيل الزراعية هناك مخاطر أخرى سيعيشها كوكب الأرض كانتشار بعض الأمراض المدارية في العروض الوسطى مثل المالاريا إلى جانب تزايد نسبة انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث كضيق في التنفس إلى آخره وبالأشعة الفوق البنفسجية أي أمراض سرطا أعزاء التلامي سيعرف كوكب الأرض انقراض لبعض الحيوانات الحية على رأسها الذب القطبي إذن كوكب الأرض سيشهد كارثة حيوانية أو كارثة بيئية تتمثل في انقراض بعض الأنواع الحية من التنوع الحيوي إذن نصل في القتاب أو نطرح تساؤل ما هي جهود المجتمع الدولي من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري تبدو للمجتمعات الدولية عدة جهود تتمثل في عقد مؤتمرات دولية حول التغيرات المناخية للتخفيف من نسبة الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري ولا أدل على ذلك قمة المناخ التي تعقد سنويا في العديد من الدول وكان للمغرب شرف انعقاد هذه القمة بالمدينة الحمراء أي مراكش تشجيع عمليات التشجير وحماية الأشجار من الحرائق المتوقعة والتي ستهدد الغابات حول العالم نشر حملات التوعية للحفاظ على البيئة كما سنشجع أو سيشجع المجتمع الدولي استعمال بذائل للطاقة الأحفورية بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو الطاقات التي لا تنبض وهنا نتحدث عن الطاقة الشمسية والريحية والمائية وأيضا يمكن أن نتحدث عن طاقة المد والجزر أيضا عملية تدوير النفايات بشكل يحافظ على البيئة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها جميع دول العالم والمتعلقة بحماية البيئة التقليل من الصناعات القائمة على أخطر غاز يسبب الاحتباس الحراري وهو بطبيعة الحال ليس من صنع الطبيعة بل يساهم في إنتاجه المجتمع الدولي أو الأنشطة الصناعية وهو CFC إذن في الختام أعزاء التلاميذ عزيزات التنميدات ظاهرة الاحتباس الحراري تعتبر إحدى وأهم الأخطار التي تهدد الحياة على سطح الأرض مما تطلب تضافر الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة ومخاطرها لكن تتعرض هذه الجهود لعراقيل تحد من فعاليتها كعدم التزام الدول الصناعية الكبرى بالاتفاقيات الذولية في هذا الشأن أعزاء التلاميذ عزيزات التلميدات هذا آخر درس في المحور الأول تعرفنا في هذا المحور على مفهوم المنظومة البيئية وأسس توازنها وقلنا على أن المنظومة البيئية هي عبارة أو هي المحية زائد العشيرة الإحيائية كلها تساوي الوسط الإحيائي تعرفنا على مكوناتها الإحيائية واللا إحيائية والمخاطر التي تهدد هذه المنظومة كالمخاطر الطبيعية والمخاطر البيئية إذن انتهى الدرس في درس قادم إن شاء الله